موسيقى نبدأ معكم مشاهدين الكرام جولة أعمدة الرأي مع عبيد الصحافة السودانية الأستاذ محجوب محمد صالح من أخيرة الجريدة وزاوية أصداء أصداء أتت اليوم بعنوان أسبوع السودان في إثيوبيا يبدأ الأستاذ محجوب زاويته بالقول الأسبوع الجاري سيكون أسبوع السودان في إثيوبيا إذ من المقرر أن تجرى فيه محادثات ثنائية بين وفد من الحكومة مع وفد من حملة السلاح في ولايتي جنوب كردوفان ونيل الأزرق ومع أحزاب مداء السودان وربما تواصلت هناك أيضا محادثات الحكومة مع وفد من حركة العدل والمساواة وحركة التحرير جناح مني أركو بعد أن وقع حملة السلاح في برلين اتفاقية ما بعد التفاوض يضيف الكاتب هذا هو التخطيط على الورق ولكن العمل على أرض الواقع يقول إن ثم تعقبات كثيرة ما زالت تعترض خطة التفاوض على رأسها انقسام الحركة الشعبية حول قضايا الولاياتين يتابع الكاتب فيما يخص الأحزاب السياسية المعارضة المتحالفة في إطار نداء السودان فإن الحكومة تكاد أن تقصر أو تقصر اعترافها على حزب الأمة إضافة إلى أنها تصر على أن تقطع الأحزاب السياسية علاقتها تماما بأي حركات مسلحة وأن تدين العمل المسلح وهي ترمي من وراء ذلك إلى أحداث أو إحداث شرخ عميق في هذا التحالف وتصر على أن يكرر حزب الأمة ويعيد رفضه وإدنته للعمل العسكري يزيد صالحا الواضح أن أولوية الحكومة في هذه المفاوضات هي الوصول إلى اتفاقية السلام شامل مع الحركة المسلحة يعلن فيها السلام الكامل ووقف إطلاق النار الدائم تحت رقابة تحدد في إطار الترتيبات الأمنية ولكن لا يشكل تحول ديمقراطي جزء من المشروع الحكومي والذي تتوقعه الحكومة من هذه المفاوضات لا يعد أن يكون منح الأحزاب والحركات بعض مقاعد السلطة وفق النموذج الحالي الذي أحرزته حوارات قاعة الصداقة يختتم محجوب زاويته بالقول أن مجتمع الدولي مهتم بدرجة كبيرة سلام السودان قد عمل بصورة مستمرة في الشهور الأخيرة لتذليل عقبات مفاوضات السلام بين أطراف النزاع ولكن ذلك المجتمع لديه بعض التحفظات حول أداء النظام في قضايا حقوق الإنسان وضرورة إحداث قدر من التحول الديمقراطي أما الحكومة فتدرك أن تلك الدول تعطي الأولوية للسلام وستضغط على الأطراف كافة لتحقيقه ولن تتمسك كثيرا بقضايا التغيير الحقيقي لذلك هي تلعب في هذا الجزء من الميدان